هذا التحقيق لصحيفة الڭارديان البريطانية ما زال شديد الصدى هنا في بريطانيا حيث تحدثت وزيرة الداخلية في حكومة الضل العمالية بالقول أن ما كشفت عنه الصحيفة يعتبر فضيحة مدوية للحكومة البريطانية ويجب على الحكومة أن تفتح تحقيقا وتوضح فيه الأرقام بشكل دقيق أين وصلت هذه الأرقام أين هم هؤلاء الأطفال ما هي أسباب الاختفاء هل هي عملية خطف كما يروج التحقيق أم هناك أسباب أخرى ما هو مصيرهم العديد من الأسئلة تجهزها المعارضة أيضا للحكومة وفي انتظار الإجابة عليها سكرتير وزارة الداخلية في الحكومة البريطانية تحدث وأكد صحة هذه الأنباء وتحدث أمام مجلس اللوردات بالقول أن ما يصل إلى 200 طفل اختفوا في البلاد منذ العام 2021 أي أن الحدث ليس بجديد الصحيفة تتحدث عن أرقام مضاعفة خلال الأشهر الماضية من إبريل الماضي وحتى اليوم تتحدث عن حوالي 136 حالة اختفاء لأطفال من طالبي اللجوء في بريطانيا بينما الوزير يقول أن الأعداد الآن تصل إلى 200 طفل من طالبي اللجوء في بريطانيا اختفوا في البلاد في ظروف غامضة ويأسف للإقامة التي يقوم بها الأطفال قامتهم هنا في مراكز الإيواء وهي الفنادق ويعد بتقليل فترة بقائهم في الفنادق القصة بشكل مفصل سريعا عبارة عن زوارق هجرة غير شرعية معظم هذه الزوارق حملت طالبي لجوء إلى بريطانيا يصلون إلى المدن الساحلية من بينها هنا مدينة برايتون وينقل مباشرة إلى الفنادق وهذا أحد الفنادق التي تستقبل اللاجئين والمخصصة من وزارة الداخلية لإيوائهم واستقبالهم جميع طالبي اللجوء لديهم الحرية في الخروج والعودة التي جاءت خيوط على اندماجهم في المجتمع ومشاركتهم في الحياة العامة لكن يحضر عليهم بعض النقاط التي لها علاقة بالعمل أو بالعمل بشكل قانوني بدون إجراء مقابلات لهم لتقييم وضعهم القانوني في البلاد ما حصل هو أن الأطفال عندما كانوا يخرجون بشكل طبيعي إلى الشوارع وفق رواية أحد أفراد الأمن في هذا الفندق قال أنه شاهد سيارات ينزل منها أشخاص يقوموا باختطاف الأطفال ويتجهون إلى جهة مجهولة وأبلغ عن عدد من هذه الحالات للحكومة البريطانية هذا ما يرجح سيناريو أن يتم خطف هؤلاء الأطفال من قبل عصابات الإجرام الوزير اليوم تحدث عن أن 88% من الأطفال المفقودين من أصل ألباني من ألبانيا بينهم طفلة وحيدة فقط بينما الباقي من الأطفال منهم 13% لم تتجاوز أعمارهم الثلاثة عشرة عام فقط من المختفين القضية ما زالت متفاعلة عند الساعة الثانية عشر ونصف بعد قليل من الآن ستكون هناك مساءلة في البرلمان البريطاني حول ما حصل وما هي الأسباب وما هو المصير لهؤلاء الأطفال لكن عمر حتى الآن لم ترفع دعاوة قضائية بهذا الشأن يعني ما زال مبكرا الحديث عن مثل هذه الإجراءات لأن التحقيق ما زال يناقش أو يعني أثار التحقيق وتداعيات التحقيق ما زالت مطروحة الآن في البرلمان والحكومة تقول أنها سوف تفتح تحقيق ولديها بالفعل معلومات وقامت سابقا بعمليات البحث عن بعض هؤلاء الأطفال لكن كما قلنا تناول الصحف لهذا الموضوع وانتشاره الآن بشكل مضاعف وتعليقات المعارضة ومؤسسات حقوق الإنسان المؤسسات غير الحكومية المعنية باللاجئين يعني نوضح نقطة في هذا المجال طالبي اللجوء عندما يوضعون في أماكن تابعة لوزارة الداخلية تقوم بتأمين مسكن ومأكل لهم هناك مؤسسات منتشرة في بريطانيا معنية بقضايا الإجراء أيضا تقدم لهم المساعدات هذه المؤسسات على سبيل المثال قالت اليوم أنها طرحت سابقا منذ أشهر طويلة تقديم مساعدة للحكومة البريطانية لتحسين مستوى إقامة طالبي اللجوء في البلاد بناء على عديد الأزمات من كورونا وغيرها من ارتفاع تكلفة المعيشة بالتالي تبقى المساعدات الحكومية غير كيفية هذه الجهات الغير الحكومية طرحت تقديم المساعدة المالية والأمنية والصحية لكنها تقول أن هذه المساعدات أو هذه الأفكار المطلوحة من قبلها قُبلت برفض من الحكومة البريطانية دون إبداء أسباب هذا يطرح عديد التساؤلات حول الاهتمام باللاجئين وبشكل خاص من يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني والمعروف أن بريطانيا تحاول الحد من الهجرة غير الشرعية من البحر إلى بريطانيا من القادمين من السواحل الفرنسية إذن القضية متساعدة في بريطانيا بعد قليل هناك أيضا مساءلة في البرلمان والتحقيق مفتوح حول الاختفاء والعدد كبير جدا الأطفال نتحدث عن 200 طفل يجبون شوارع بريطانيا يعني الجميع تمانيا أن يكونوا أحياء لكنهم يجبون شوارع بريطانيا بشكل غير قانوني وربما يشاركوا في عمليات إجرام كما تتوقع وكما تشير بعض التحقيقات أو بعض التلميحات بناء على أنهم اختطفوا على يد عصابات كما قال أحد أفراد الأمن في الفندق الموجود خلفنا والذي يستطيف أعداد من طالبي اللجوء شكرا جزيلا لك عمر بشير مرسل غد كنت معنا من مدينة برايتن البريطانية شكرا جزيلا لك